وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من بغداد مرسل الغد مصطفى القطان مصطفى كيف هو المشهد لديك اليوم ميدانياً؟ نعم هذا طبعاً اليوم سواء كان في العاصمة عراقية بغداد أو كذلك في المحافظات التي شهدت الكثير من أحداث العنف خلال يومين الماضيين ونتحدث هنا طبعاً عن محافظتي الناصرية والنجف الثاني كانت مسرحاً لأحداث العنف والسقوط للعشرات من القتلى بسبب استخدام قوات الأمن العراقية للقوة المفرطة والذخيرة الحية من أجل تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مناطق مختلفة من هاتين المحافظتين اليوم هناك هدوء واضح في هذه المحافظات طبعاً كذلك الحكومات المحلية في محافظتي النجف والناصرية أعلنت أن يوم غد سوف يكون يوم للحداد بسبب أعداد كبيرة من الضحاء الذين سقطوا في تلك المحافظتين في محافظة الناصرية كان هناك نوع من التفاوض بين وجهاء وشيوخ عشائر هذه المحافظة مع قوات الأمنية وكذلك الحكومة المركزية العراقية باعتبار أن المحافظة الآن ليس لديها محافظة ليس لديها قائد الشرطة ليس لديها كذلك رئيس لجنة الأمنية بعد استقالة كل هؤلاء جراء حداث العنف التي شهدتها هذه المحافظة قبل يومين في العاصم العراقية بغداد كذلك هناك تجمع لعداد المتظاهرين بشكل طبيعي وبصورة سلمية لا توجد هناك صدامات عدا في منطقة شارع رشيد التي لا تزال هي مسرح الأحداث والصدامات بين المتظاهرين وبين قوات مكافحة الشغل طيب مصطفى هذا كان ميدانيا بالنسبة على الصعيد السياسي آخر أو جديد مشاورات البحث عن بديل لعبد المهدي خصوصا بعد تقديم الاستقالة بشكل رسمي يعني بالتأكيد الآن هباء العمل على قدم الوساق بين الفرقاء السياسيين في العراق من أجل تقديم بديل يرضي أولا جميع الأطراف السياسية في الحكومة في البرلمان العراقي وفي المشهد السياسي العراقي بصورة عامة وكذلك يكون أيضا مقبول من قبل الشارع العراق الذي يغلي منذ أكثر من شهرين حتى هذه اللحظة ربما في فترة أقل من 20 دقيقة سوف يقوم رئيس الوزراء أيضا بإلقاء كلمة استثنائية ربما من خلالها سوف يعلن عن تقديم استقالتي بشكل رسمي إلى البرلمان لكن حتى هذه اللحظة الفرقاء السياسيين يعقدون جلسات مختلفة واجتماعات بعيدة عن كاميرات الصحافة من أجل التداول والتشاور لتقديم أسماء ترضي جميع الأطراف أو أسماء تسوية أيضا من المتوقع أن تكون هناك يوم غد جلسة استثنائية البرلمان العراقي لبحث معظم التطورات التي جارت على الساحة العراقية لكن التحدي الأصعب هو كيفية إرضاء الشارع العراق الذي حتى هذه اللحظة وبالرغم من إعلان عادل عبد المهدي استعداده للاستقالة إلا أنه يرفض ترك الساحات ويؤكد اسمراره بالتظاهر من أجل إزاحة جميع الطبقة السياسية التي تتواجد الآن في العراق شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات كنت معنا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان شكرا جزيلا لك